السلام عليكم شباب وشلونكم ان شاء الله بخير وياكم سلاسة على مابول قبل ان نبتدي اضغط على زر لايك واشترك في القناة كتب ومشترك وفعل زر الجرس حق يصلك الجديد اليوم عندنا تحديث جديد نزل لجهزة الايباد والايفون طبعا كنا نعرف الان ان الايباد صار بمسمة جديد تحت اسم ايباد او اس والايفون صار بمسمة جديد تحت اسم اي او اس فاليوم نزل اصدار ايباد او اس 13.4.1 واي او اس 13.4.1 المميزات متشابهة جدا مميزات التحديث وهو عدم القدرة على اجراء المكالمات فيستايم للي عدهم اي او اس 9.3 الاصدارات القديمة اللي تعمل على الايفون 6 اس اللي طبعا الاجهزة اللي ممحدثة اللي هي الايفون 6 اس الناس ما تقدر تتصل او تتكلم عبر الفيستاني طبعا الايفون 6 اس اللي ممحدثين اللي تحديثهم اي او اس 9 او اي او اس 9 تمام شباب هذي ابرز مشكلة احدها هذا التحديث وايضا بالنسبة للي عدهم الايباد الجيل الجديد له الايباد برو 12.9 انتش الجيل الرابع والايباد برو 11 انتش الجيل الثاني حلوا مشكلة ان مثلا المصباح اليدوي او الفلاش ما يشتغل من مركز التحكم في مشكلة وفي هذا التحديث حلوها وايضا حلو مشكلة انه قد تؤدي انه في اي او 13.4 صار فيك انك ما قدر تشبك بلوتوث اه نفس الخلل انك ما قدر تشبك بلوتوث من القائمة السريعة اللي هي قائمة الكنترول سنتر اللي هي هذي مثل ما تشوفون حجم التحديث بالنسبة للايباد 77 ميجا وبالنسبة الايفون 95 ميجا يتراوح من جهاز الى جهاز اخر انصح الجميع بالتحديث الى التحديث فالتحديث تضغط على كلمة تنزيل التثبيت رايطلب منك رمز الدخول تقوم بتدخيل رمز الدخول خاص فيك عفوا بعدها راح يبدأ بالتحميل طبعا الحجم مال التحديث جدا بسيط وما راح ياخد وقت قرابة الخمس الى عشر دقائق تحديث امني مهم اتمنى الجميع احدث واللي ينتظر الجيرو بريك اتمنى ما يحدث بس طبعا خليكم في بالك انه اذا انت جهازك جديد تريد تركب على الجيرو بريك الضمان راح يروح مثل ما تشوفون سرعة التحديث بهذه السرعة وصل ربع تقريبا وانا في انه المقدمة راح يوصل نصف فيا شباب وصلنا الختام لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير شكرا على تفاعلكم المستمر في القناة المبهر لي ما بغش على الاربعة الاف مشترك وايضا عيد لاد القناة جدا قريب بعد شهر تقريبا فيا شباب وصلنا الختام ومع السلامة